السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته مع هذا الخبر الذي يتحدث عن سمية الخشاب سأصطح برامز جلال للطبيب أمراض نفسية هكذا صرحت سمية الخشاب بعد حلقتها التي تم إذاعتها وقانت ضحية في حلقة جديدة لرامز عقل طار وهذا البرنامج الذي يشكو منه الجميع وأذكر الناس أن برامز رمز دائما تجد معارضة من الكثيرين وهذه المعارضة والجدل الذي يحدث على الساحة يزيد البرنامج نجاحا وكانت تصراحت على صفحة مبي سي سمية الخشاب تصرخ وتنهار بعنف في كابسول ترامز عقل طار تابع جميع على تويتر وعبرت الخشاب عن اعتراضها وغضبها الشديد من تصرفات رامز معها خلال تنفيذ الحلقة وخلال المجلب الذي شربته بكل استراحة وكل راحة حيث أصيبت بحالة من الانهيار وراحت تصرخ وتصرخ شديدة بصراخ شديد وكانت مضايقات من رامز بشكل كبير في الحلقة وفي فريق البرنامج أيضا جعلها تصفه بالجنون الحقيقي وكانت غضبة جدا من الحلقة وظلت معلقة وهي حتى القفز بها في المياه ومعه فريق برنامج الاسكطة من حمام السباحة وخرجت من حمام السباحة وفاجأت رامز جلال يكشف عن وجهه ثم أسقطها مجددا في حمام السباحة وحاولت بعد ذلك سمية خشاب دعت جمهورها لمشاهدة الحلقة وأكدت أن رامز زاد موقفه ويحتاج الزهاب لطبيب نفسي وسخرت من البرنامج بشكل كبير وعندما شهادت الحلقة تفعالت أيضا وصرحت سمية الخشاب سبتحت جدا بالحلقة يا رامز بس سلسانك عايز قطع ربنا هديك هكذا سلحت عن الحلقة وطبعا كل هذه التصريحات كما قلنا تجعل البرنامج في المقدمة ومما لا شك فيه إن برنامج رامز وكل مقال برامز بينتظرها الناس وكان رامز جلال سخر من سمية الخشاب وقال إن اسكندرية حدفت علينا مواهب معانا يعني كلام يخص في خامس جوازة لأفتكرت إنها صغيرة عن الحب كلام يخص سمية الخشاب وبدأوا يلاجحوا كلام على بعضيهم وبعد زوروا الحلقة رامز جلس سمية راح أسبوع الموضة في الدقالية وعمل تسريحة ماها صبري في بين الكسرين وبتزمج شعارة كركدية عند العطار وطبعا كلكم تعلمون أن البرنامج يعتمد على المقالب وكل عام في فكرة جديدة وكلها قد تكون تدور في مضمون واحد وهي أن يتعرض الضيف لمقرب جديد شكرا لكم